بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لي متعودين ان دايما في كل المسائل وفي الجديد لازم يكون في عندي يعني لو كان عندي نمبر اللي هو الفايف لازم يحولولي ازاي؟ بعمل اوبر ون كده بقى فراكشن يبقى الفايف عاملها بس اوبر ون اي نمبر او ديفايد ون ازاي سيم نمبر انا مغيرتش فيه في حاجة اوكي؟ كده بقى عندي طب هنتعامل مع ازاي؟ احنا عارفين الملتبليكيش بنعمل طب في كلمة السر بقى في كل مجموعة بتاعت بعمل ايه؟ بحوله لملتبلاي عكس الديفيجن ايه؟ ملتبلاي يبقى انا هحول علامة ديفايد دي لباي وهعمل ايه تاني؟ بغير الفراكشن اللي هو السكند فراكشن اللي هو فايف اوبر ون بعكسه هخلي ون وفايف هقلبه يعني هخلي النيومريتور دينومنيتور والديومنيتور نيومريتور هقلبه اللي فوق تحت واللي تحت فوق يبقى انا عملت كده كم حاجة؟ حكتين عكست علامة الديفيجن حولتها الملتبلاي وعكست السكند فراكشن خليته قلبته يعني النيومريتور دينومنيتور والديومنيتور يعني قلبت الاتنين مع بعض اللي فوق تحت واللي تحت فوق اوكي؟ بعد كده بقيت عندي مسألة برودكت عادي ملتبلاي بعمل نيومريتور باي نيومريتور يعني وديومنيتور باي دينومنيتور يعني ثري باي فايف ايكولز ففتين نقول تاني فاين دا كوشن كوشن يعني ايه؟ الريزولت اوف ديفيجن يعني اعمل ديفايت هاف ديفايت باي ثري الثري ده نمبر هحاوله لفراكشن ازاي؟ اوفر ون على طول يبقى اول حاجة في المسألة اي مسألة في الدنيا اديشن سبتراكشن ملتبلايكيشن ديفيجن خليلي اللي اتنين فراكشن النمبر او الهو النمبر حاولهولي لفراكشن يعني عملته بس بدل ما هي ثري طب احنا متعودين نعمل باي يبقى هحولها الباي طب كده انا عكست خليتها ملتبلايكيشن هعكس الفراكشن التاني بدل ما هو ثري اوفر ون هخليه وان اوفر ثري يبقى انا بقلب السكند فراكشن بعكسه بس كده بقيت مسألة ملتبلايكيشن نعمل ملتبلاي وان باي وان ايكولز وان والدينومنائتور تو باي ثري ايكولز سيكس تبقى وان اوفر سيكس طب بنسعب المسائل شوية بيقول لي ممكن يحط لي اي ممكن يحط لي نقطة ممكن يحط لي باي اي حاجة ايكولز وان اوفر تولف الاي يا طراب كام طب في المسائل دي لما كان المسائل اسهل شوية في النامبرز الدنيا كانت بالنسبة لي اسهل انا عارفة مين الكبير ومين الصغير هعمل ديفايد هعمل باي انما هنا كله فراكشنز انا مش عارفة هعمل هنا ديفيجن ولا هعمل ملتوبليكيشن فانا اختار اكزامبل سهل جدا في النامبرز اسهل حاجة 6 divided 2 equals 3 اللي عايز اختار اي حاجة تانية ايه divided 2 equals 4 اي حاجة مثال سهل كده 6 divided 2 equals 3 يا طرأ اول نمبر اللي هو الكبير اللي هو ال 6 ده كنا بنسمي ايه كنا بنسميه divided وده كان بيبقى اكبر number في المسألة اللي هو الرقم الكبير اللي انا بقسمه انا معاي مسلا هقسمهم على اتنين كل واحد هياخد كام كل واحد هياخد 3 اوكي يبقى الكبير اللي في المسألة هنا فين هو الرقم الاولاني اللي هو اسمه عشان اجيب الرقم الكبير دايما عشان اجيب حاجة كبيرة بعمل يبقى لو حطيلي ايه مكان السيكس هجيب الازاي هعمل هضرب الاتنين التانين في بعض عشان اجيب الكبير اللي هو بعمل طيب على عشان اجيب اي واحد من الاتنين التانين ايه هما الاتنين التانين نمو اقول دي بنسميها والسري ده الناتج سواء عايز او عشان اجيب ده او ده بعمل عشان اجيب اي رقم من الاتنين الصغيرين التانين سواء التو او الثري لو حطيلي الايه مكان او مكان الثري عشان اجيبها بعمل هقول او يبقى بعمل السيكس اللي هو الكبير اللي هو الحاجة التانية يبقى تاني نراجع مع بعض علشان اجيب اكبر في المسألة اللي هو بعمل عشان اجيب اللي هي الايه الايه هنا مكانها ايه مش بعمل او عشان اجيب بعمل يبقى عشان اجيب الكبير بعمل اللي هو عشان اجيب او الكبير والصغيرين الاتنين صغيرين التانين طب مين مين يا ترى والا العكس الكبير هو اللي الاول اللي هو يبقى هو اول رقم اللي هو هو يبقى عشان اجيب الايه بقول وان اوفر ثري ديفايد وان اوفر تولف امشي العكس ما بعكسش الاول اللي هو وان اوفر ثري ديفايد وان اوفر تولف بقت مسألة عادية هيحول وهاعكس بدل ما هو هيبقى كده بقت مسألة نعمل ايه يعني واي تولف بتولف اقدر اختصر او يعني اه الاتنين بيقبلوا الاسم على بقى ديفايد باي ثري اب ان داون تولف ديفايد ثري بفور يعني اللي هي تاني ناخد مسألة كمان ايه ديفايد فور ايكولز وان هندرد فورتي الايه مكانها فين اقدر اقول على الايه ديفايد ولا ديفيزر ولا المكان الاولاني ده اللي هو بتاع كبير كبير في الديفيزن بيجي في الاول هو البيتزاية اللي انا بقسمها البيتزاية قبل ما ايه قبل ما اقطعها اللي هي كانت كبيرة كانت بيتزاية كامل بعد كده قسمتها مجموعة كل واحد قاد ايه كل واحد قاد صح يبقى الحاجة الكبيرة اللي هي في الاول قبل ما اقسمها يبقى الايه هنا موقعه? عشان اجيب او عشان اجيب الكبير بعمل يبقى في الملتبلاي مش فرق مين الاول? او او الاتنين زي بقى? مايفرقش معي. المسألة هنا فمش هعكس بقى اولي حاجة هي اصلا ملتبلاي. يبقى بعمل ايه? بخلي بس متفقين انه لازم يقول الاتنين. ملتبلاي بقى واي بفور وفورتي باي وان بفورتي. كده بقت فور اوبر فورتي. اللي اتنين بيقبلوا الاسمة على الفور. يبقى دفايد فور اب ان داون. فور دفايد فور بوان. فورتي دفايد فور ايكوالز تن. مسألة كمان. وان اوبر فايف باي اي ايكوال وان اوبر تيرتي. هنا باي. مش دفايد. يعني ما عندناش دفايد وديفيزر وكوشنت. عندنا حاجة تانية. ناخد مسألة بسيطة كنمبرز يعني عشان نفهمها. لو تو باي ثري ايكوال سيكس. بنسمي التو او الثري فاكتورز. انما السيكس اللي هو الرقم الكبير بقى. ده البرودكت. ده الحاصب بتاع الملتبليكيشن. اوكي? يبقى الكبير في الملتبليكيشن بقى في مسألة الملتبليكيشن. بيبقى البرودكت اللي هو بعد علامة الايكوال. ده بيبقى الكبير. بجيبه ازاي بعمل ملتبلاي? يبقى السيكس هي. الناتج من ملتبلاي ما بين تو باي ثري. يبقى بعمل تو باي ثري. يبقى لو حطي الاي مكان السيكس هنا. عشان اجيب السيكس او عشان اجيب الاي. بعمل ملتبلاي. تو باي ثري. طب لو حطي الايه بقى مكان التوق او الثري عشان اجيبها بعمل بعمل عشان اجيب الكبير دايما بعمل عشان اجيب الكبير دايما في مساء او عشان اجيب الكبير عشان اجيب اي حاجة من الاتنين الصغيرين التانين يبقى عشان اجيبه بعمل طيب اي بقى من الاتنين التانين بعمل دفايد. الا هنا فاكتور. سواء بنقول عليه فاكتور او بنقول عليه فاكتور. يبقى بعمل دفايد. يا طرى مين دفايد مين? دفايد او الا العكس? طبعا الاول ليه? البرودكت الاول اللي هو الكبير الاول. سيبك من هما ملكش دعوه بالكبير والصغير دلوقتي بس هو البرودكت. هو الا الكبير يعني في المسألة الكبيرة بتاع المسألة لهو البرودكت. ده اللي بناخده. اللي هو ببقى بعد علامة الايكل. يبقى الوان اوبر ثيرتي ديفايد وان اوبر فايف. اوكي? بكتب البرودكت الاول. بعدين طلعا ما عندي ديفيجن. بعكس وبقى خليه وبعكس اللي هو الوان اوبر فايف هيبقى اوبر وان. بنبتدي نعمل ملتبلاي بقى. في اختصارات تانية قدر اختصرها فوق وتحت يبقى 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 اهم حاجة في المسائل دي اللي هي بتاعت علشان اجيب بتاعت الاي بعمل باي ولا دفايت لان انت لو عملت المسألة باي وهي دفايت خلاص المسألة كلها بقيت غلط فانا في البداية لازم اكتشف المسألة باي ولا دفايت دي اهم حاجة اكتشفها ازاي لو كانت المسألة حاطيتلي علامة الباي يبقى بابتدي اشوف النومبر اللي هو اللي عايزه ده اللي هو الايه ده موقع ايه فاكتور ولا برودكت فاكتور هاسم برودكت هعمل مولتيبلاي طيب لو كانت المسألة في الديفجن النومبر اللي هو متجهولي او الايه اللي هو عايزه موقعه ايه ديفايدنت ولا ديفيزر ولا كوشنت لو ديفايدنت مولتيبلاي اللي هو الكبير دعمل الكبير بعمل مولتيبلاي طيب لو كان ديفيزر او كوشنت بعمل ديفيزن ترجمة نانسي قنقر